وعن رحلة أخرى من رحلات طيران ميدان الشحانية إذن هذا هو الشوط العاشر وينطلق هذا الشوط معلنا عن تحدي مثير وعن تحدي جديد والزميل حمد بن محمد الزعبي هو من سيرصد لكم أدق التفاصيل في هذا الانطلاق بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين مستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام فالسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير إن أينما كنتم شكراً للزملاء وعلى رأسهم زميننا سعد بن متلع العتيبي وشكراً لكافة الزملاء كما نشكركم متابعينا ومشاهدين الكرام وحضورنا المميز أيضاً من أصحاب السمو وشيوخ وكذلك من أصحاب السعادة وأيضاً كل من يتوافد إلى ميدان الشحانية سواء من أبناء هذه الدولة أو كذلك من ضيوفها الكرام ضيوف أبا مشعل نحن هنا على أرضية هذا الميدان نحن أيضاً منافسات وأشواط متتالية أشواط متتالية وكذلك منافسات وتحديات على ميدان التحدي على كل حال مشاهدين ومستمعين الأعزاء أينما كنتم؟ شوطنا العاشر كما ذكر الزميل سعد هو انطلغ قبل لحظات ومعلن أيضاً التحدي والإثارة بهذا شوط إذن كيلو متر نقطعه في هذه اللحظة ويتبقى لنا سبع كيلو مترات مسيرتنا تسير وهنا أسماء قوية أيضاً مشاركة في هذا الشوط وشعارات عديدة لها صولاتها وجولاتها في كل المحافل وفي كل الميادين يا السلام يا سلام يا أخي أمسيا يا متابعين الكرام يا مستمعين الأعزائينا ما كنتم أمسيا مميزة بالطبع وأمسيا أيضاً لها نكة خاصة في هذا السن سن الحيل أيضاً في هذه الأشواط المفتوحة أشواط مفتوحة زاهية أشواط كذلك تتنافس هذه الشعارات العديدة سواء من هنا من هذا الميدان أو أيضاً من ميادين مجلس التعاون الخليجي على كل حال نفتة حضاعة هذا الشوط بمن تحتل المركز الأول وتقود المسيرة حبوبة تحتل المركز الأول حبوبة عيدة ملكيتها لسمو حبوبة عيدة ملكيتها كما ذكرنا مشاهدين الكرام لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم شيبة بن علي السبوسي هو من يقودها في عملية التضمير نقلتنا على المركز الثاني اللي وصلت فيه بركان لهجن الرئاسة المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة سعيد بن اشطيط الوهيبي هو من يدير عملية تضميرها المركز الثالث وصلت الشعلة الشعلة تصنى في المركز الثالث لسعادة الشيخ الغعقاع بن حمد بن خليفة الثاني المضمر الذهبي سالم بن فاران هو من يقود الشعلة في عملية التضمير المركز الرابع اللي تصنى في المركز الرابع شعاع عيدة ملكيتها لسمو شيخ راشد بن حمدان المكتوم مسرّب العرط الحميري هو من يدير عملية تضميرها المركز الخامس نقلتنا على حنين حنين لسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منان السويد المتحدي شكراً يا أبو متلع إذن حفلونا الكريم مشاهدين الأعزائينا ما كنتم إذن ندانا للخمسة المراكز الأولى ما احتصر نعم مع هذه الكوكبة الخماسية نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوت نعود إلى الشيبة السبوسي الشيبة السبوسي يقود المضمرين مع حبوبة حبوبة وأيضاً حبوبة كذلك عيدة ملكيتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبة بن علي السبوسي يقودها في عملية التضمير يا سلام يا سلام يا هكم في هذا الشوت يا هشعارات يا مشاركين يا متابعين أينما كنتم نقلتنا على المركز الثاني وصلت في هذه اللحظة بركان بركان لديها البركان ولديها المفاجآت ولديها أيضاً أيضاً التحدي على ميدان التحدي خمسة كيلو مترات خمسة كيلو مترات على كل حال تفصلنا عن خط النهاية بركان هي من تحت للمركز الثاني عايدة ملكيتها لهجر رئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة مع الشاطر سعيد بالاشطيط الوهيبي يا سلام يا الشاطر الله يا سلام نقلتنا مباشرة إلى المركز الثالث وصلت الشعلة الشعلة يا مرحبا بالشعلة شعللها يا بن فاران شعللها في هذا الشوط الشعلة عايدة ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري هو من يدير عملية تضمير الشعلة المركز الرابع وصلنا إلى المركز الرابع في هذه اللحظات وصلت شعاع شعاع عايدة ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم مسري بالعرط الحميري بينما تنخطف الأضواء في هذه اللحظة من هجن العاصفة اللي تصنى في هذه اللحظة فلوة فلوة لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير بلا شك هو مضمرها وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام على شاشة التلفزيون على الكادر السفلي مشاهدينا العزاء ها هي تكريم نعم التكريم بمادة الزعفران والعرض التغليدي نعم أمام الجماهير الحاضرة نعم أمام المنصة الرئيسية شكرا لكل المخرجين وعلى راسهم نعم مخرجنا أحمد الحمادي وكذلك مصورين أحمد خزاعلى نعم ومحمود الحلاق وكذلك كل الإخوة العاملين في هذا المهرجان إذن خلونا مع هجن هجن العاصفة اللي تحتل المركز الرابع في اللواء كما ذكرنا المملوكة لسموه شيخ أحمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير يدير عملية تضبيرها نغلتنا على المركز الخامس وصلت في المركز الخامس في هذه اللحظة حنين لسموه شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة السويدي هو من يدير عملية تضبيرها يا سلام يا سلام بدري يا أخوان بدري ونحن في مقدمة هذا الشوط نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط يبدو لي الأمور تغيرها ويغيرها شعار هجن الرئاسة المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع بركان بركان وسلالة مياس سلالة مياس نعم ها هي تتسلل وتقود مسيرة هذا الشوط يا سلام يا سلام بركان تحتل المركز الأول لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة السعيد بن شتيط الوهيبي هو من يقود في عملية التضبير يو السلوم اللي تصلنا في المركز الثاني محبوبة هي من تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن راشدة لصاحب السمو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشدة المكتوم الشيبة بن علي السبوسي يديرها في عملية التضبير ثلاثة كيلو مترات نتجاوز روحة الثلاثة كيلو متر المركز الثالث وصلت فلوة فلوة أيضا وهي حلوة نعم فلوة وهي حلوة وصلت في هذه اللحظة لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير يديرها في عملية التضمير أول ندال اللي تصلنا في المركز الرابع يا مرحبا بوقود وقود المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية المشاقب يقود وقود في هذا الشوت في المركز الرابع نقلتنا على المركز الخامس وصلت بنت صغان بنت صغان الملوكة لسموه شيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو من يدير عملية تضميرها يا السلوم يا السلام هناك شعارات أراها غادمة بالعين المجردة ولكن لم يحن دخولها في عالم الإداعة من يريد الناموس والسيارة السيارة يا مضمرين والناموس له نكهة خاصة وله طعم خاص وأيضاً النقطة النقطة أيضاً المهمة الذي تحسب في هذا المهرجان مهرجان وسيدي صاحب السموه الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يا السلوم يا السلام ياهي عصرية يا مشاهدين ياهو شوط يا متابعين فلوة تغير الأمور فلوة تغير أمور هذا الشوط يبدو لأداها حلوة أيضاً وعروضها حلوة أيضاً فلوة تعود ملكيتها لهجن العاصفة المملوكة لسموه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم نعم هو من يتألق بهذا الشعار وبهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يديرها في عملية التضبير يا السلوم حرك يا بنشتيت حرك المركز الثاني وصلت اللي في المركز الثاني بركان لهجن الرئاسة المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة السعيد بنشتيت الوهيبي يا مرحبا وصلت وغود وصلت وغود وغود لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية نعم هو من يدير عملية تضبيرها ترحيبنا بكل الإخوة المشاركين بلا شك بلا شك هذا ما في شك المركز الرابع اللي تصلنا في المركز الرابع من سران لسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمدان بن راشد المكتوب نعم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي السلوم المركز الخامس وصلت سيدة سيدة نعم هي من تصلنا لصاحب السمو حمد بن راشد المكتوب الشيبة بن علي السبوسي خطة من الشيبة بن علي السبوسي في هذا الشوط خلونا نعود مباشرة نعود إلى هجن العاصفة هجن العاصفة وفلوة فلوة وهي حلوة فلوة وهي حلوة وجميلة كيلو أخير يا متابعين كيلو أخير يا مشاهدين فلوة تقود المسيرة المملوكة لهجن العاصفة نعم وقود واصلة وقود تصلنا في هذه اللحظة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية المشاقب يشاقبنا في هذا الموقع وكذلك أيضا التحدي بين فلوة وكذلك وقود الله اللي تصلنا في المركز الثالث بالصوقان اللي يسموه شيخ حمدان بالراشدة المكتوبة محمد بن سلطان بالرشيد السويدي خلوني مع وقود خلوني مع وقود شعل لها يا ابو خالد شعل لها اشعلها يا ابو خالد روح أخلك مع الفورمة روح مع الرقص يا ابو خالد يا السلام السلامات شحانية السلامات شحانية يا مراغبين يا الشحون يا سلاماتنا إذن وقود تقود المسيرة وقود عائل داملكيتها لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاري محمد بن خالد العطية روح يا ابو خالد يا السلام يا السلام يا السلام تهانينا مشاهدين الكرام من أعماقنا نزفها على الهواء مباشرة إلى سعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني نعم ولي محمد بن خالد العطية على هذا الفوز المستحق وعلى هذا الإنجاز في هذا الشوط المتميز نعم يا مشاهدين إذن تهنياتنا لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني للمرة الثانية نعم والمركز الثاني وصلت فيه في هذه اللحظة فلوة لهجل العاصي في المركز الثالث وصلت بركان لهجل نياس المركز الرابع وصلت بن صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في المركز الخامس سيدة صنا في المركز الخامس لصاحب السمو محمد بن راشد المكتوم شكرا لزميلي على كل حال سعد بن متلع العتيبي إذن حفلوا الكريم مشاهدين العزيزين ما كنتم شوط طح أيضا حماسي بما تحمله الكلمة من معنى وأيضا التوقيت الزمني على فكرة يا مشاهدين ويا متابعين يتحطم تحت أقدام وتحت خف أيضا وقود وقود الذي توقد هذا الشوط من الأمتار الأخيرة وأيضا كما شهدتموها إذن يتحطم التوقيت الزمني تحت خف وقود تهانينا مشاهدين الكرام نزفها إلى سعادة الشيخ من كل قلوبنا سعادة الشيخ الققاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمن محمد بن خالد العطية المشاقب تساهل يا بو خالد المركز إذن حفلوا الكريم قطعت المسافة في زمن مقدارة 12 دقيقة و 57 ثانية وبدون أجزاء من الثانية التهنئة يا مشاهدين الكرام مزفوفة بلا شك لسعادة الشيخ الققاع بن حمد بن خليفة وليبو خالد على كل حال مني خاصة المركز الثاني وصلت إذن وصلت في المركز الثاني فلوا قطعت المسافة في زمن مقدارة 13 دقيقة وثلاث ثواني وتسعة إذن من الثانية التهنئة وموصولة لمالك فلوا هجن العاصفة المملوكة لسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز المركز الثالث وصلت بركان قطعت المسافة في زمن مقدارة 13 دقيقة وخمس لواني وثمان أجزاء من الثانية التهنئة وموصولة لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا للمضمر الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي